مش نحكي معاك تواعب القادر بالحسن ما بعد الكورة يعني المدرب والمحلل الكان درنير ما مازال كيوفين مشاركة المنتخب كيفاش كانت كيفاش ريت منتخبنا في الكان الأخر؟ والله منتخبنا في المشاركة الأخرانية ما كانش معنا مرضي على ما يعادل قيمة المنتخب الوطني اللي قدره كبير وقيمته كبيرة الاستاتيستيك متاعه يعني مبشر فيه برشة إيجابيات اليوم كي تدخل تونس للكان متاع الكاميرون ما ورونيش الوجه اللي كنا ننتظروا فيه ايقالت المدرب منذ الكبير بعد الكان ما هيش حاجة اللي اتفرح باعتبار أنه تونس ما عندهاش السياسة وما عندهاش البوليتيك نقوله نحنا متاع التقييم ما عندهاش البوليتيك متاع الستاتي متاع شو نقوله نحنا متاع البرمجة يقوم أنت مدرب وطني يتنحى في الطيارة ما نعيد ما جاء تثقيله ما تتقبلش المفروض يكون ثم تقييم ننتظروا شنية هي الفترة المبين مرواح تونس ومرواح ودخولها للتحرير متاع الكان متاع الباراج متاع مالي ومرواحة السيد وديع الجري من الكاميرون ننتظروا رئيس الجامعة يروح من الكاميرون ونقعدوا على طاولة ونسمعوا بعضنا ونعملوا التقييم هل بشي يواصل ولا لا وشنية أسباب تنحيطه وإذا كان بشتنحها وشكون اللي معاوض وهل المعاوض يعني هو شادد جلال قادري نحن هو كي يقول تقييم بشي يحكي على الواجهات لكلها صحيح هاو علاش ناحيناه هاو وقتش ناحيناه هاو شكون كلفنا والناس الكل هتدز مع جلال قادري كما كانت الكل هتدز مع منظر الكبير لكن التنحية هاوlli مwr کردك ف alguém اعيش من اسم فئو يقولو 뭐가 هذه منظر الكبير اي 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 انا من ناس اللي يتنحي منظر الكبير ويتغير قبل الكان او بعد الكان قبل الكان قبل الكان يعني بعد المشاركة في كاس العابي و الآن يتناحى منظر الكبير لان يريد مدرب الكبير مدرب يوصلك فينال كاس العربية نحي منطقي وقتك لهم يقول أنا بش نتكلم على كورة إذا كان أنت بش تخلي نحن بش نجيبه مدرب اللي ما يعرفش الجروب وما يعرفش يفهم وما يفهمهمش ذي الحاجة الوحيدة اللي تشفع للمنظر الكبير وصل فينال لكن كي نخزر أن للمنتخب التونسي نلقى فم عوامل كبيرة خلاتنا اربحنا وترشحنا للدور النهائي في البطولة العربية أهم عامل شنو فم عوامل كبيرة فم اجتهاد متعامل لعبية اللي وصل الكورة دخلت وترشحنا لكن الفاندجو حسيت ما فميش ما حسيتش فاندجو موجود وما حسيتش فم حاجة تريزة امبورتون مريتش منظر الانترينور ماناجر اللي بش يهيمن ويسيطر على المجموعة ويسيطر على الجروب ما شفتش هذا يراهو ما يقللش من قيمة منظر الكبير واحترامي ليه كشخص احترامي ليه شديد هذا اللي تعرفه اليوم في العالم بالهيد كوتش يعني هو المشرف الول عن فريق ثم البقية جلال قادر اليوم الرجل المناسب في المكان المناسب لتعويض منظر الكبير ورئاسة المنتخبة على قليلة فازوزمت شويت باراج هذم شوف ايجا نقول لك حاجة راهو نحنا تونس عبر التاريخ اثبتت انه كل ما صارت نجاحات وكل ما صارت تتويجات الا وصارت مع اجنبي اليوم في الظرف كيف انه هذائي كيف تحت جلال قادري رانا من قزموش المدرب التونسي بالعكس ومن طيحوش من شأنه من قيمته من قلوش منها جلال قادري انا نعرفه شخصيا كصديق وكزميل مدرب عنده حنكة عنده افكار نشوفه انا شخص مناسب الرجل مناسب في الفترة هذية وهي مقابلة ابرتو جلال بشي تعدى على الدفوار راهو جلال راهو زادا راهو ما هوش محسود راهو في التعيين في البوست اللي فيه راهو زادا راب يكون في عونه زادا راهي مسؤولية راهي كبيرة ميش صغيرة دعنك جلال قادري لسول اللي نحييه انا من منبر هذائيا ونقوله جلال نشكرك انك قبلت معنا في ظرف كيف نهذائيا معنا حاجة معنا صعيبة واخذها لكن ما تلقاش البديل علي بومنيجل سنين بن عشور مدربين مساعدين نقبل علي بومنيجل وما نقبلش بن عشور عليش بن عشور نشوفه انا فورماتور ونشوفه بعد ما كمل كارييرو خدم برشة صغار اع دو بن عشور في الكمورت ممتعو في الكاركتير ممتعو عاقل برشة المنتخب التونسي سيتافيري اللي يلزم معنا مساعد اللي بالحق بش يعاون جلال القادري يعاونوا خاصة على تركيح وترويذ المجموعة خطر طلقة في المنتخب التونسي طلقة اللي خارج على النظام وطلقة اللي منظم دونك يلزم هنا واحد اللي اقوى شخصية وخبرة من بن عشور في اعانة جلال القادري